احنا دخلنا في مرحلة جديدة بفيروس كورونا مش نسألة المونجة التانية لاننا مش عارفين احنا ايه وضعينا دلوقتي بالنسبة للتعامل مع الفيروس لكن اننا عارفينه دلوقتي ان الدولة بتجري تجارب سريرية على لقاح جديد لمواجهة فيروس كورونا طبعا اجراء اللقاح ده بيتطلب ان يكون فيه متطوعين اتفاجئنا الحقيقة ان يكون من بين المتطوعين رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة وهو ايضا استاذ الصدر بكلية طبق الاصر العيني قال دكتور حسام حسني برحب بحضرتك في الجمعة في مصر يا دكتور منورني ونجل طبعا دكتور حسام كمان يعني كان من المتطوعين برحب بحضرتك مرة تانية اهلا بيك يا دكتور يا سمين واهلا بكل مصر اهلا بحضرتك طبعا قبل ما نتكلم عن التجارب السريرية واعرف من حضرتك تفاصيل اللقاح خليني اسألك ليه تقدمت انك تكون من المتطوعين حضرتك وابنك طبعا خلانا نقول ان الفكرة كلها مش فكرة وطنية قدمها فكرة ان احنا نقول للناس ان احنا قد ايه واثقين في كل الاجراءات اللي حدنا قدها وان المصريين عمرهم ما يكون فلان تجارب يعني هي كانت رسالة امان كانت رسالة امان وطمعنا للمصريين ان احنا مش نسمح بضمرنا العلمي والانساني ان احنا يكون اي مصري يتعرض ان يكون فار تجارب الفطرة اللي فاتت كانت فيه حملة قوية جدا هدفها الاساسي انها تضيع كل المجهود اللي يتعامل يتعامل من الدولة في الست اشهر الفات دول مجهود يخلي المصريين كلهم فخرين بقد انهما مصر التجربة اللي بتجرى الان على الارض مصر مش تجربة جديدة العالم كله بيعملها من شهر ثلاثة وانا ليه كلمة دايما بقولها اذا كنا ان احنا لابحث عن انتهاء هذا الوباء لازم يكون عندنا حل من اثنين يلقى حواق واقي يدواء شافي اذا كان اللي سبق في الدراسات هو دراسات اللي قحت فإحنا لازم ندعمها ندعمها بس على شرط امان وفعالي طب هل المصريين هم الوحيدين اللي بيجرع عليهم هذه التجارب امريكا عندها تجارب على الامريكان انجلتلا عندها تجارب على الامريكيين وروسيا عندها تجارب على الروس كلهم خايفين على مواطنينهم لكن اكيد اكيد المصريين والقيادة السياسية في مصر خالف على مواطنينهم وده اللي خلنا نحس بفخر لما عرفنا ان مصر شغالة بالفعل على لقاح وبيجرى بالفعل التجارب عليه لكن برضو يا دكتور وعشان دي رسالة لكل المواطنين هل حضرتك ما كنتش متخوف من انك تكون متطوع يعني لهذا اللقاح وبرضو عايز اعرف ابن حضرتك هل هو اللي تطوع من نفسه ولا انت اللي طلبت منه انه هو يعني يشارك معك في هذه التجربة الجيل ده ما يحدش يطلب منه حاجة على قد ما انا فخور بي يعني وسعيد بي لكن هو انا ما طلطش منه هو اللي دخل على الموقع وسجلها لواحده وهقولك ان انا يوم ما طلبت انه هو يعني إثباتا للموقف انه هو يعني يعلن عن نصورت انه هو يخد قال لي لو جبت كاميرا واحد صورتني انا مش راح اخد اللقاح انا اللي هيعرفة من زميلي في الاعداد ان ان واحدحت ماتونها